ما فيه? تقوا جايبيني هنا عشان تهزقوني وانا. زيكا جماعة النهاردة في حلقة جديدة هنا في الاسكار نومي نيشن فاضل ديتين. فاضل ديتين على الاسكار نومي نيشن وانا فتح هنا الشاشة قدامي. والواحد اكل بسرعة زي الحمار ولبس بسرعة وكل حاجة بسرعة عشان يلحق اخر دقتين قبل ما الاسكار هيبدأ يا جماعة. يا اليوتيوب ربنا يخلهم لنا عامل لينك كده. آآ على يوتيوب هم لايف. انا قلت لازم الحق اللايف بسرعة. عملت معجزة عبالما زبطت وركبت الكاميرات والحاجات والحركات والمايكات واللايتينجين. وشغلت الشاشة. مجهود انا تقريبا اكتر مجهود تاريخي عملته في حياتي. انا اكلت تقريبا في دقتين او اقل من دقتين يعني. عبالة عندكم بقى الواحد اكل شوية رز مع حتة لحمة في دقتين او دقيقة او نص ده حرفان الواحد زلطها عارفين كده خلصها. هشرب مياه وارجع لكم تاني. انا مجهز عندي طبعا مش هنلعب. والحاجات اللي انتو عارفينها دي بقى احنا ما بنلعبهاش. وفي ايه شاشة سودت ليه مرة واحدة والدنيا سكتت. مش هعرف. استنى بقى انا على التليفزيون. عشان انا بفرك هنا يعني. يلا بينا اضيها. المحترم ده كان موجود السنة اللي فاتت. بريانكا شوبرا. اسمها شوبرا على فكرة. هي مش بتقال شوبرا بالنوت المعفن ده بالسبب. الوضع ما بيجيش مع سكة خالص الوضع. اكترس انا سوبورتنج رول اجماعة بعد اذنكم بقى احنا حنوقف اللاييف علشان اه هم حيجروا. اكترس انا سوبورتنج رول. جلين كلوز. هيل بيل الي جي. اوليفيا كولمن ده فاثر. جودي فاستر ده موريتانيان. امين اماندا سيفريد عمانك. يو جونج يون عن فيلم مي راي. سواني بقى نشوفه. انا طبعا وقفت اللاييف على عشان احنا بتفرج يعني وبعرف مين النوميشن. فيلا بينا نشوف. اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ماشي. ماشي. الله كله صح ماشي مع ده ماريا باكالوفا. ماريا باكالوفا دخلت على حساب جولي فاستر عن فيلم ده موريتانيان. وغريبة شوية لان هي لك اتكسبت فغريبة. نخش على الكاتجوري اللي كاستيوم ديزاين. عندي ترشيحات طبعا في الكاستيوم ديزاين ثوانيا جدعان. نبص على النومينيز بتوعي. فين 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 فين. كاستيوم ديزاين فيلم اما. مانك. ميراني بلاك باطم مولان. ويالله بينا نشوف وشكلنا هنقصر كله. الله. 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 اخر واحدة خلط بينوكيو. ليه دخل على حساب اه ماشي. مش ازمة قوية بس ماشي. بس بينوكيو. ماشي. اوكي. البعضي يلا. يا رب نخش تانت الله اعلم تانت حيخش ولا لا يعني. اه جماعة قبل ما اعايز اقول اعايز اقول حاجة مهمة فشخ. اه من اول السنة دي من اول الاوسكار بتاع السنة دي ما بقاش في حاجة اسمها بست ساوند ميكسنج وساوند اديتينج والكلام ده كله ما بقاش في حاجة اسمها ساوند اديتينج وساوند ميكسنج. بقى حاجة اسمها بست ساوند بقى الجيزتين بقيت جيزة واحدة بقيت اسمها بست ساوند بقى ده الساوند ميكسنج وساوند اديتينج. ماشي. عامة انا حابيت اقول بس. على رغم انا نفسي اه تانت يخش بس عندي احساس كبير ان هو مش هيخش تانت يعني ودي حاجة حاجة مدايقاني بصراحة يعني. سكور. يا الله بينا اعمل حاجة. اوف. ولا طور راح ده. ماشي. ميناري. ماشي. وطبعا صول عشان هيكسب. صول هيكسب وش? تانت اه مش موجود ودي ايه حاجة تزعل بصراحة مزعلاني انا انا شخصيا يعني. اه. ده مكامي ماشي. يلا. يلا على البعدي. عندنا ترشيحات في الادابتد سكرين بلاي فين فين اللي سكرين بلاي للمؤاخزة عندنا بورت سبسكوانت موفي فيلم دا فاظر نوماد لاند مايريني بلاك باطم واي ماي نايت وان نايت ان مايامي طالما بريا بكالوفا بورت رشحت بس سبورتين اكترس عندي احساس كبير ان بورت سيترشح بس اذابتد سكرين بلاي يعني يلا بنا نشوف عيب فاظر ماشي ماشي اخير واحد انا قلت اي مين راي ولا قلت مين نايس ده وايت تايجر اترشح ده وايت تايجر هيك اطلع فيه بريانك على فكرة وايت تايجر انا اتفرجت عليه وحو اعمل لكم بتاعه ان شاء الله بازن الله على فكرة وايت تايجر حلو وفشخ وما كنتش متوقع قالص في دخل على حساب مين واو دخل على حساب مايرايني بلاك بارم اوكي دات اميزن تقريبا على ما اعتقد حيقوله الوريجينال سكرين بلاي عشان هي دخلت في سكة السكرين بلاي ماشي حنقول الوريجينال سكرين بلاي اه ترشيح لي منك وميراي بروميسي يونج وومن وي ساوند اوف متل وي دترايل اوف تيكاغو سيفن يالله بينا نشوف نايس ما كنتش مرة شرحه بس فرح تلوف هاش خد فرقت عليه وحعمل لكم ريفيو على فكرة ماشي 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 ساوند اوف ماتل اكتر جايزة مبسوط لها في الوريجينال سكرين بصراحة بس تقريبا على ما اعتقد اللي حيكسف على ما اعتقد يعني اه تعليقات حاجات اه صدمة مش عارف حاجة غير متوقعة مش عارف لا اكتر حاجة جايزة اكتر جايزة غير متوقعة لحد دلوقتي على فكرة بالنسبة لي يعني وماريا باكالوفا وبينوكيو انيميتا شورت فيلم ما اللي اشدعوا بيه حنجريه يعني اكتر ان اسو بورتينج رول زيس ازايير اللي حين شاء الله بازن الله حياخدها دانيال كالويا لو ما اخدهاش او بصراحة في حاجة انا ترشيحاتي بول راتشي عن فيلم ساوند اوف متل دانيال كالويا عن جودس ون دا بلاك مصايا وده لازم ياخده بصراحة لو ما كسبش اه دانيال كالويا بجده حبي فيها زعل ساشا بارون كوين عن فيلم ده ترايل اوف تيكاغو سيفن لازلي اولوم جونيور عن وان نايت اي مايامي جاريد لاتو عن دليتل تينجز انا جاريد لاتو بصراحة انا حطته كده كاخر ترشيح لان انا بصراحة مش عارف اذا كان جاريد لاتو ممكن يخش ولا لا يعني الله اعلم يلا بينا حس ان انا حتصدم في حاجة هنا ماشي طبعا لان امفروض هو اللي يكسب بصراحة ماشي ماشي بول راتشي مش بول راتشي اوكي فضل واحد نايس لكيث ستانفيلد عن جوليس الدي بلاك ماسايا نايس فشخ احسن بكتير من جاريد لاتو عند فيلم ده لاتل تينجز احسن بكتير انا قلت انا كنت عايز ارشح لكيث ستانفيلد وبس بعد كده رجعت في كلامي وقلت هو حتى ما اخدش حاجة في الجولدن جلوب ولا ترشح ولا عبر الرجل فقلت يمكن حيزح لقوه بس ايه ده ثانية واحدة هو ازاي لكيث ستانفيلد بس سوبورتينج اكتور هو مش مفروض لكيث ستانفيلد مفروض ليدينج اكتور هو انا اعرف ان لكيث ستانفيلد هو اللي ليدينج اكتور والسوبورتينج هو دانيل كالويا فالاتنين ده خلوهم في السوبورتينج غريبة قوي دي غريبة قوي 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 يعني بس هو بصراحة يستاهل يعني لكيث ستانفيلد بصراحة يستاهل اتفرجت على الفيلم وفيلم عجبني جدا هو ويستاهل بصراحة بس انا قلت هو يعني ازا حلقوه في الجولدن جلوبز قلت ما اعتقدش ان هما ممكن يدي له حاجة بس لا انا ادخل على حساب جوريد لاتو طبعا مبسوط فشخ يعني بصراحة لكيث في ستانفيل عمل دور فشيخ بجد هو لدانيل كالويا يا جماعة جودة سان بلاك ما صايف فيلم عبقار يعني فيلم حلو جدا ترشيحاتي عندي حاجات في الدوكومنتري فيتشر عندي فين ايوة عندي وطبعا دي فئة انا مش يعني حاسة انا هخبط فيها جامد يعني الله اعلم بقى يلا نشوف اول راحلة غلط ماشي غلط غلط قلتلكم ماشي صح عندي حاجات غلط زي ما قلتلكم بالسلام مش مهتمة اول بصراحة ملناش فيه فاحنا هنجري برضو اللي عندي احساس كبير ان السنة دي حيكسبها برضو ميراي فين 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 انترناشنال فيلم فين انترناشنال فيلم اجدعين ليه يعني انا نفسي افهم يعني مفروض يحطوا ترتيب يعني بدل شغل عشوائية اللي احنا بنعمله كل سنة ده انترناشنال فيتشر راوند ميراي لايورونا لايفا هد دول الترشحات بتوعي حيخش الفيلم الايطالي ولا ايه لو هو لايفا هد ماشي ادنا مارك فيش مصر اول واحد غلط ما فيش ميراي? ازاي اجده هو ميراي? مش مفروض ان هو ثانية واحدة هو مش ميراي مفروض ده فيلم اصلاً كوري يعني هو مفروض فيلم كوري سلاش امريكاني ما دخلش في انترناشنال فيلم ميراي that's sound so interesting and so disappointed and افشخانات ما كنتش متوقع خالص ما كنتش متوقع خالص هو ميراي هو مفروض ان هو فيلم يعني اسيوي مش عارف انا مش فاكر بالضبط هو كوري او سيني تمام بس سلاش امريكاني والله مش عارف واو 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 ده لايف سهد ما دخلش الفيلم الايطالي ما دخلش ده ازاي يا جماعة ده الفيلم ده مفروض هو اللي كان كسب صح في احسن تقريبا احسن هونية ولا كان كسب حاجة اي كان كسب احسن هونية اللي هو الفيلم بتاع صوفيا لورن كده ممكن انادر راوند هو اللي يكسب واو اوكي ميراي مدخلش دي مفاجأة كبيرة او بالنسبة لي كانت غريبة فشخ ممكن هيترشع بس على فكرة يعني زي كده ساوند بس ساوند زي ما قلت لكم مفيش ساوند ميكسنج يا جماعة مدس عليه بالجازمة انا حسن سول هيكسب برضو في الاخر واو اول واحدة غلط مانك اوكي اوف اوف تانت والنبي تانت يا نهاريسود ده تانت ده مدس بالجازمة يا جدعان ايه ده في ايه ملكو يا جماعة في ايه هو 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 تانت ده ايه مش فاهم هو في ايه هو لدرجات دي ما حدش عجبه تانت يا جماعة تانت ده كان فيلم جبار يا جماعة من افشخ الافلام اللي كانت نزلت سنة عشرين عشرين يعني كان مفروض تبقى مفروض تبقى موجودة في الاسكار السنة دي انتو بتهزروا يعني حتى كمان كريسوفر نول مش عارف انا مش عارف اقولي انا محبط جدا على فكرة فيلم تانت ما دخلش في ايه حاجة ده بجد وقع يعني مش عارف صراحة عصول ممكن يكسب برضو عندنا ترشيحات في البروداكشن ديزاين فين البروداكشن ديزاين بتوعنا اوكي بس بروداكشن ديزاين مانك مايراني بلاك باطم مولان نيوز يا رب تانت ادوا تانت حاجة ابوص في اخاتكو اوف ماشي ماشي ابوص ايديكو ادوا ادوا تانت حاجة تانت بقى ساندوا في ماتل يا تانت واخيرا حاجة للرجل الخلبان اخيرا عبروا الخلبان ده انتو كافرة فيلم اديتينج والنبي دخله تانت يعني انا ممكن مش عارف اذا كنت مرشحة بس فيلم اديتينج مانك نو ماد لاند اترابي ساند اف متل ويدا ترابي ساند اف تيكاغو سبن ابوص في خاتكو انا مش مراشة احتانت بس حطوه يعني يعبروا الراجل والنبي يعني حاسسون الراجل عمل شغلين واو. ماشي. ماشي. يا جماعة تانيت يا جدعان ازاي يا جدعان انا مش مرشح تانيت بس زعلت ان هو مش موجود يعني بس مش موجود في فيلم اديتنج. ويرد فشخ ويرد فشخ من اهم الجواز اللي انا بحب بصراحة بحب اتنافس فيها يعني بحبه جدا الكاتجوري ده 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 فايف بلادز مانك نيوز اف دا وورلد نوماد لاند وابوس رجليكو تانيت يعني ادوا الراجل حاجة يا جدعان بصراحة كان السيمتاج رفتها حلو جدا سامل لكم صحيح. مفيش تانيت. مفيش تانيت. زعلان فشخ انا انا بجد زعلان فشخ. ده فايف بلادز مدخلتش تانيت. انا زعلان فشخ بجد على تانيت. انا بجد زعلان قوي. انا بجد على فكرة انا يعني حاسة ازاي ما تقوله كده اتقفلت يعني. ازاي تانيت يا جماعة مش موجود انتوا جماعة انتم بتهرجوا اخصم بلا انتم بتهرجوا. مش عارف اقول ايه بصراحة. اه بست انا ترشيحاتي عن رغم انا كان فيلم اسبالة بس حيددوله انا متأكد. وابوس رجليكو تانيت ادوا له حاجة الغلبان. يعني انا شوية حعيط. يعني اتمنى ان كريستوفر نولرن يجيلي انا ودي له الاوسكار يعني بتاعي. يعني انا لو اخدت اوسكار مش حاجة لها عليه يعني. والله حدهولك. يعني بس اتعالى عم الحج. خش على نابل فيجول افاكت. ماشي. اوكي. ايه بوس ايديكو تانيت. مولانت فيجول افاكت? يا جدعان تانيت فين? يا اخيرا اخيرا ده انتو قفرة والمصحف. ده لو مولان اقسم بالله. لو مولان كان دخل على حساب تانيت انا اقسم بالله ما كنت اكملت بقيت فيديو. والله ما بهزر يعني مولان مولان يخش فيجول افاكتس وتانيت يا قفرة. ما يخشش. يعني ده انتو عارفي اقسم بالله لو كان تانيت ما كانش دخل انا كان ممكن يحصل لي حاجة. يعني بجد يعني تانيت فيجول افاكتس بتقردقوه معمولان ده انتو قفرة. ده عصبوني بجد يعني يعني يعني. ما دخلتش بيردز براي احسن في ستين داهية. اصلا كان فيلم ما علينا يعني. دي احتمال يخش فيها بيردزوف براي. بيردزوف براي. بلاك باطم مانك وبيناكيو. دول ترشحات بتوعي. عندي احساس ان بيردزوف براي حيخش في في الكاتاجوري ده. يلا بينا نبوس. ماشي. او صح. ماشي. ماشي. يا رب بيردزوف براي ما خشش. عرغم ان امرشح. ماشي. اه. تقريبا انيميتد شورت فيتشر اللي جاي فاحنا مش هنلعب فيه ما انيميتد فيتشر فيلم قضى انت هتخش على طول انيميتد ماشي انا بحس ما علينا تقريبا نتقال. اه انيميتد فيتشر كده كده في الاخر هيكسب سول فخلصونا بسرعة يعني. ده لو ما دخلتش انا ممكن حرفين اروح بيها بطاطا دلوقتي. او يعني ايوهما اقرب. سول هيكسب يعني سول هيكسب انا مغمض يعني. شاند الشيب? واو. بحسب. ايوة. بينوكيو. ماشي. سول هيكسب ما فرقتش كتير. اوريجينال صونج اوريجينال صونج يعني بصراحة بجودة سان بلاك مصايا يعني كان فيه اغنية فيه بصراحة كتحلوة يعني. اه اه او ايو سي بتاع لايفا هيد سبيك ناو وان نايت انا بصراحة جودة سان بلاك مصايا مفروض ياخد الكتاجوري ده لان الاغنين اللي حقيقي كان فيه كتحلوة. انا منسبل لي اهم واحد في الكتاجوري ده كله الايطالي وجودة سان بلاك مصايا. فايت فوريو هيكسب على فكرة. فايت فوريو هيكسب. تقريبا الفيلم الايطالي مش هيخش. طالب ما مدخلش في الانترنشنل فيتشر. اه. دخل او. ايه و سي. هيكسب جودة سان بلاك مصايا انا متأكد. خش علينا بالتقيل بقى يا باشا. خش علينا بالتقيل اموحي. باست اكتور اه ريز احمد عن ساوند او ميتل. تشاد ويك بوزمن. ماي رايني بلاك باطم. عن فيلم ده فاضل. بعد كل الترشحات ده فاضل يترشحها يا بأكيد هوبكنز هيخش. عن ده جاري اولمان عن فيلم مانك. مين اكتر واحد مش حاسس انه هيخش عندي احساس انه ممكن يخش طه الرحيم عن فيلم آآ مين انا يعني انا كعمر يعني هنا بعمل مين عايزوا يكسب سوري مين عايزوا يكسب دول هو ريز احمد في بس طبعا اللي هيكسب عن ماي رايني بلاك باطم لان عايزين يكرموه باي طريقة لانه توفى يعني زو انتوا عارفين الله ارحمه فعندي احساس انه هم هيكرموه يعني اه بقى هو هو اول اسم شاد ويك اساس انشارك له كده. مفروض ريز احمد يكسب بصراحة يعني حرام يعني. مين بقى الاخير طه الرحيم ولا مين? الكل ده كله اخد كله اخد زحلقة عشان ما اقولش حاجة تانية كله اخد زحلقة تحمي راي دخل ولا طه الرحيم ولا 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 تاخد في بالك اماشا. اه باست اكترس هنا ليدنج رول. فيولا ديفيز عن ماي رايني بلاك باطم. اندريا داي. دي لي كسبت الجولدن جلوب. فانيسا كيربي عن بيسيز افا وومن. فرانسيز مكدورمان عن نوماد لاند ويكوير كاري موليجان عن برومسينج يونج وومن. ويلا بينا نشوف. عندي حساس ان الكل الخمسة عيبو صح. عندي حساس. ماشي. تقريبا هلها تكسب تقريبا. دي اللي كسبت الجولدن جلوب. ماشي. وكاري موليجان اخر واحدة. كله صح زي ما قلت. ابوس في اخاتكم انا عارف ان انا بطلب منكم مهمة مستحيلة. تمام? انا اتمنى. انا عندي خمس اسامي هنا. اتمنى ان اي حد يطلع. بصوا اتمنى الخمسة بتوعبه وغلط بس ابوس ايديكم حطوا كريستفر نولان عن فيلم تانت. ابوس ايديكم يا جماعة. كان في تانت مش طبيعي يا جماعة انتم ازاي ممكن تعدوا كده يعني. اللي هو حتى ما تعطفوش على الراجل. يعني ده بجد يعني صباح قلة الزوء. يعني بجد صباح قلة الزوء. يعني بجد الراجل كان عامل شغل فخر على الاخر. يعني انتم بجد بتهرجوا. معلنا عامة عن الفيلم عن 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 اتمنى انتم دخلوا كريستفر نولان وبصراحة بقى مبسوط فشخ لو ده حصل وحرفين ما بقى باش عايزة ايا حاجة من الدنيا اي 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 لا تكسب ما فيش طبعا انا كريستفر نولان. ليه يا جده? اوكي يا جماعة دي اللي اخفانة بتاعت كل سنة لان دايما بيبقى فيها تمنى اسامي وتسعة اسامي وعشر اسامي. فالاسامي اللي انا كتبه هنا عشان بس معلش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. انا بصراحة مرشح عشرة لان دايما هم بيرشحوا يا تمانية يا تسعة يا عشرة. فما عندهمش حتة السوابت دي. انا مرشح بورا سوبسكوينت موفي فيلم. جودس اند بلاك ميسايا. مانك مايراني بلاك باطم. ميراي. نوماد لاند. وان نايت مايامي. بروميسين يونج وومن. ساوند اف ميتل. ويدا ترايل اوف تشيكاغو سابن. وطبعا استبعاد تانت. بكل تأكيد من بست بكتشر. انا اسف. سانية واحدة. هو انا كاتب ده فاضر. اما اكيد. يا نهر يصد. اول واحدة غلط. ما اكيد ده فاضر حيخش. ايه الغباية بتاعي ده? جودس اند بلاك ميسايا. شاكاكين. شارلز بيكين. و راين كوغلر. ممكن هو اللي يكسب على فكرة. كده تلاتة صح. تلاتة. كده تلاتة. اربعة. خمسا. خمسا. سيدة. سبعة تمانية رشحوا تمانية بس جماعة مش عشرة ولا تسعة انا زعلان جدا على موتانت زعلان جدا على تانت انت مش متخيلين ازاي يعني اه 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 بتاعنا ايبريل ده ده الشهر الجاي ده حيبقى في رمضان واو اوكي يا جماعة يا الحفلة بتاعتنا خلصت انا بصراحة متضايق عشان هكون صراح معاك وانا متضايق لان تانت ما دخلتش في اي حاجة ولا حد عبره عبروش الراجل كريستوفر نولان ده تحس ان هو يروح يدرب ودي دجلة احسن ما هو يخرج انا مش عارف اقول ايه بصراحة متضايق فشخ يعني متضايق جدا 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 على كريستوفر نولان وعلى فيلم تانت وصناع فيلم تانت ما ترشحش لاي حاجة حرفين لبس ساوند ازاي جماعة ده انا كنت قال في المراجعة بتاعته اساسا اساسا يعني بالميت بالميت مفروض يعني بالميت ان تانت ما يترشحش مش اقل من اربعة خمسة يعني بس ساوندراك اللي هو قلت عليه هو بس ساوند ده كان من ضمن الترشيحات اللي انا رشحتها سينماتواجرافي دايراكتينج بس بكتشر يعني جماعة ده ازاي يا جماعة انا مش عارف اقول ايه بصراحة ما علينا بصوا حنعمل حاجة سريعة كده بس ما تخدهاش على ان دي اه ريزالت بتاعي تمام احنا ممكن نعمل حاجة اهى صائعة شوية السنة دي اه ممكن نعدي على كل كاتاجوري اتعمل اه في الاسكر او اتقال عليه وممكن اقول لكم مين الترشيحات يعني او مين مين اللي هيكسب خلينا نبدأ من من تحت الفوق اه وكيا جماعة انا لقيت الليستة هنا في مواقع بصراحة منزلها والليستة يعني بعد اعمل لها اوب ديت يعني وتمام التمام اه نشوف بقى مين ممكن يكسب زي ما قلت لكم الترشيحات انا اللي هقولها دي ما يعني متخدهاش ان هي فاين الريزالت بتاعي ممكن بعد كده في الحلقة اللي هعملها قبل الاسكر حفلة بتاعت الاسكر هغير رأي يعني اه فده رأي مبدأي يعني اه بست انترناشنال فيتر فيلم اه انا راوند هو اللي ممكن يكسب ان شاء الله لايف اكشن ملناش فيه ماانيميتد شورت فيلم ملناش فيه انيميتد فيتر فيلم طبعا صول وش صول هيكسب بس دوكومنتري شورت سوبجيك ملناش فيه دوكومنتري فيتر ممكن كولكتف اه فيجول افكتز تانت اه اتشيف منت اوريجنال صونج اه جوداس يا اما يا مايريني بلاك باطم عندي احساس ان هيكسب مايريني ولا برايني بلاك باطم ده اه بست ساوند تقريبا برضو صول تقريبا اه اتشيف منت ان القاستيوم ديزاين برضو المنافسة ما بين اما و مايريني بلاك باطم وعندي احساس ان اما هنا ممكن يكسب عن مايريني باك باطم اتشيف منت ان بروداكشن ديزاين نيجي للعدل نيجي للعدل وحق ربنا تانت نيجي للعدل وحق ربنا تانت بس اللي هيكسب من وجهة نظري شايف انه ممكن يكسب سوري عندي احساس ان اللي ممكن يكسب مش تانت بس انا مفروض اللي هو الصح هو تانت فيلم اديتينج ساوند اوف ماتل سينماتاجرافي سينماتاجرافي صعب تصدقوا سينماتاجرافي صعب ممكن بصوا هو الخمسة جمدين في السينماتاجرافي بس انا عندي احساس ان المنافسة هتبقى بين جودا ساند بلاك مصايا ونوماد لاند ممكن انا عايز جودا ساند بلاك مصايا يكسب بس اللي هيكسب ممكن نوماد لاند سينماتاجرافي ادابتد سكريم بلاي نيجي لحق ربنا برضو اللي عايزين حق ربنا اللي مفروض يكسب في الخمسة دول دواي الطايجر اللي مفروض بصراحة تبقى كارثة من الاخر يعني وعنرغم ان برض حلو ويدحك بس مش مفروض ما يخشش اوسكار بصراحة يعني اوفر يعني الموضوع اوفر يعني المنافسة هنا هتبقى جمدة شوية لان بتاع ساوند فاشيخ جودا سان بلاك مصايا فاشيخ وترايل اف تشيكاغو سبين فاشيخ فانا عندي احساس ان المنافسة ممكن او الاوسكار ممكن يروح اه ترايل اف تشيكاغو سبين يا ترايل اف تشيكاغو سبين ممكن يعني دايركتينج كلوزاو نوماد لاند بيرفورمنس ان اصبور تنجرول انا شايف من وجهة نظري المنافسة هنا هتبعى بين اوليفيا كولمن ويون يون جون بتاع مين راي او ميناري يعني كل مرة بطلعبت في اسم الفيلم ممكن الولية بتاعت ميناري اللي هيون يون جون ده بيرفورمانس سبورتنج رول طبعا دانيال كالويا يعني ما فيش اسف دانيال كالويا بكل تأكيد بيرفورمانس اكترس هنا ليدينج رول انا مشايف من وجهة نظر المنافسة هتبعى بين فيولا ديفيز عن مايراني بلوك باطم وفرانسيس مكدورمان عن نوماد لاند واللي ممكن يكسب ممكن مش عارف المنافسة برضو تقيلة دي فرانسيس مكدورمان ممكن عالرغم لو حق هنتكلم على حق ربنا حق ربنا مفروض رزق احمد مفروض رزق احمد يا جماعة اللي ترشح ده اللي عمل بتاع ميناري ده اللي ترشح ده اللي كان عامل اللي بيتفرج على المسلسل باست موشن بيكتشر باقى وفي زيير يا جدعان مين ممكن يكسب نوماد لاند بصوا هقول لكم حاجة انا من وجهة نظري شايف المنافسة هتبقى بين جودا سان بلاك مصايا نوماد لاند ترايل اف تيكاغو سابن مين اكتر واحد حياخد جوايز اه هو لا هيكسب باست ده بكل تأكيد فانا شايف برضو يعني المنافسة ما بين جودا سان بلاك مصايا ونوماد لاند ترايل او شيكاغو سابن سيكا تحت شوية نوماد لاند لو كسب بس زينمتغرافي وبس دايركتر يبقى هو لا هيكسب باست دايركتر انا من وجهة نظري اه مين 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 اللي مفروض يكسب جودا سان بلاك مصايا صراحة يعني كان فشيخ الفشخاء كان فيلم حلو جدا 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 بس بصراحة جودا سان بلاك مصايا كان جامد يا جماعة كان جامد اوي 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 بس دقوا للكاتاجريز بتاعتنا والله اعلم بقى ايه اللي هيحصل في الحفلة بتاعة الاوسكار انا اسف لو طولت عليكم الحلقة داخلت في خمسين دقيقة بس طبعا مع المنتاج يعني حنقص اص اص اول ما خلص الحلقة ان شاء الله بازن الله حبدأ امانتش فيها عشان هنزلها على طول طبعا لسه عندي حلقات كتيرة جدا لسه عايزة نزلها وكاتبها هنا مبارح نزلت حلقة الاختيار ونزلت كام حلقة وعملت كام حلقة بس لسه ما اشتغلتش عليهم بس لازم اضطر ان انا هشتغل على الحلقة دي دلوقتي عشان تنزل على طول طبعا محبط علشان موضوع تانيت علشان تانيت انا بصراحة بدايقتي جدا 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 كنت كان على اقل اربعة خمسة اوسكار بالميت يعني بس يلا بقى هنعمل ايه يعني الاوسكار السنة دي حلو اه لا من وجهة نظري من افشخ الاوسكار اللي كانت على مر تاريخ او على مر اخر مسلا عشر سنين كان الاوسكار بتاع الفين وتسعة تاشر من هاليوود ايريش من جوكر اه شزام بس ماشي انو مش همماشي اه كان في ايه تاني اه ناينتين سيفنتين انا مش مش شايف في ايه تاني هنا مكتوبة هنا مكتوبة شوية افلام عبيطة بس لا كان فيه وكان فيه افلام محب ايمان ستوري اه اه ان كت جامز كان فيه لا شوية افلام اجماعة يعني احنا مش هنهجس يعني من الاخر يعني كان فيش وقت افلام حلوة يعني. يعني لا. لا يعني مقارنة بالافلام بتاعتي السنة دي. لا. في ناس كتير هتفرجت عليه. قالوا لي فيلم حلو وفشخ. ولحد دلوقتي للأسف ما تفرجتش عليه. برضو في ناس كتير هتفرجت عليه. قالت لي حلو جدا. هو برضو مع الاسف ما تفرجتش عليه. اللي طبعا اداس عليه بالجزمة في الاسكارز. اللي ترشع بس تقريبا اداة سكرين بلاي او ريجن سكرين بلاي حاجة زي كده. كان فيلم جبار وتمثيل كان جبار ومحدش عبره حتى ولا 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 وعندوكو جمان فيلم قص فيلم قص كان جامد فشخا عجبني جدا الفيلم ده. تم تجاوزه تماما يعني في الاوسكارز. قلناه في ايه تاني? جوجو رابيت برضو كان حلو بس زي الافلام التانية. بس كان في افلام كتير يا جماعة حلو احسن بكتير قوي من افلام السنة دي يعني كاوسكار مقارنة بالافلام السنة دي بصراحة لا اه في افلام من وجهة نظر يشايف انها تظلم الكتير يعني. اه بس ما عنديش حاجة تانية اقولها ده بتاعتنا هنا على ان شاء الله بإذن الله استنوني بقى في حلقة ان شاء الله هعملها لكم قبل الاسكار لما هيتعمل اقول لكم بقى الفاينال اه الفاينال ريزولتس بتاعتي انا مين ممكن يكسب من وجهة نظر انا الشخصية وبعدها ان شاء الله بإذن الله ما عرفش ازا كان الحلقة الحلقة اللي هتتعامل في رمضان دي معرفش ازا كان حتفرج عليها الله اعلم ان حيبا في زحمة رمضان ومسلسلات رمضان والكلام ده كله فنحاول ان احنا هنشوف الدنيا هنزبطها اسف لطولت عليكم كتير هنستمر ان شاء الله الفترة اللي جاية في بتاعت مسلسلات رمضان وحاجات رمضان ومسلسلات الانجلس والافلام الاجنابي ولو في بتاعت افلام اجنابي هنعملها يعني انا مش عارف في ايه تقريبا انا محتاج اجيب عمر تاني غيري يعمل مكاني واعمل بدل وينزل مكاني لان احنا بتتكلم في خمسين ستين فيديو ان شاء الله الفترة اللي جاية فانا حموت حرفيا اه بس ما عنديش اي حاجة تانية اقول لها عن الاسكار زي تمانا الحلقة اللي كونه عجبتكم ان شاء الله شوفكم ديها تانية قريب ما تسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم وما تسوش برضو تعملوا لي سبسكرايب للشانيل التانية اللي اسمها هومالون حاسب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن ولو حقبين تعملوا لي فالو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو حاسب لكم اللينك في الديسكريبشن وباي باي